وبعدين زي ما قلت لك ومحقق العلامة الكاملة ففرصة كويسة جدا ان انت لو رايح كاس أمم أفريقي وانت عايز تروح معك أربع لعيبة صغيرين عايز تروح بستة عايز تروح بتمانية تقدر تعدهم في المباراة اللي متبقرين وصولك لكاس العالم بعد عشرين ستة وعشرين انت شايف العمار السنية اللي موجودة عندك انا مترجة مين يروح معايا ستة وعشرين انا شايف اللي بيشتغلوا كابتن حسام يعني هو ماشي في خطين مع بعض الخط النتائج وده زي ما كابتن أحمد بيقولك ان في متغيرات بتحصل كل جهاز فني بيجي بيبقى فيه منتخابات بيبقى نسمع ونصدد انا نفسي انت كجهاز فني تبقى الان من الكابتن فلان ييجي او الكابتن علان ييجي علاقتي بيه ما صبحتش عليه ما سلمتش عليه في سفريات فتبقى عامل حساب هقول كابتن أحمد وكابتن مدتلش تسكرت هي دي كان انفعال حسام حسن في المؤتمر الصحفي فانا عايزه يشيل حاجات دي من دموعه نتائج فيها كابتن زي ما كابتن أحمد للبيوت دلوقتي عندك فرصة بقى ماتشات بقية جاهز بقى لعيب تكوان ده أسامة هو والراجل يعني وصلنا كاسعالم بعد خمسين سنة وعمل نتائج هيلة وكانوا بيتقطعوا احنا تلات أم أفريقيا أول اللي ما وصلناش في الرابعة مع السلامة احنا جينا انا شايف ان كابتن حسام بيشتغل بشكل مميز جدا ما قد اللي عليه وزيادة هيعمل إحلال في الفرقة بشكل كويس عمل تدعمات من الصغر السن مجموعة ميكالي اللي موجودة معها على ستة وعشرين هيكون عمل قوام كويس جدا وفي الآخرة كابتن أحمد نتائجه نتائجه هي اللي هتقعده ودي برضو نادرا دلوقتي انه حسام عنده أربع خمسة محترفين أسسين عندهم فدول دلوقتي نص الفريق جاي بيجي لك دايما جاهز مغربة ومخبر حياتك يعني ترزيليه وعمر أنا بس أنا عايز أسألك انت قلت كابتن حسن شحاته اتظلم اتظلم اه كان حيمشي قبل 2006 كان ماشي اه ايه قصة دي كابتن سامير كلمني كلمك انت اه انا كنت بسك نادي الهلال السوداني السودان ومشيت وجابه مدرب برازيلي ريكاردو عارف جابه ريكاردو ريكاردو لمسك لإسماعيلي اه ايوة لمسك لإسماعيلي فلاقيت كابتن سامير بيقول لي مصطفى احنا عايزين ريكاردو وده ما تفتحش بقك مع اي حد بيني وبينك واول مرة حقولها وانت حتكمي او انت حتشتغل معه قلت له هتمشو حسن قال لي اه ام كانش الجهري جاي لا كل واحد مزايا قالك احمد كل واحد عايز يجيب حد احكي لك بقى قصة بنسبة منتخبات ديت اه احكي لك قصة او خلص ديو فيها احكي لك بقى حاجة خليها قصص نار حلو لتاريخ خاص تعالي يا كابتن حبيبي تعالي يا حبيبي انا صندوق اسوي دستي يلا يلا فاتصلت بالنادي الهلال السوداني واتفقت مع الراجل خلاص والمرتب وكل حاجة يعني انت تأمرت على الكابتن حسن شحات لا انا طلب مني ان حسن ماشي خلاص هو ماشي تأمرت حسن حبيبي حسن حبيبي قلبي مش حبيبي بس او بقى واضح لا طبعا اه فانا حتى شدت مع كابتن سامير ازاي واضح كابتن سامير كان فيه على ودان والناس كتير جدا اكمل حاجة فاتصلت بريكاردو اتصلت بالناس في السودان واتفقنا وخلاص وحييجي فجر بعدها بتلات اربعة ايام طرت السودان خرطوم قاهرة بتبقى الفجر ماشي فخلاص اتفقنا وزبطت الراجل والراجل حد من عندنا اتصل النادي الهلي اتصل بحد لعيف في نادي الهلال السوداني عشان يجيبوا يلعب في القاهرة يلعب في مصر فقال له ايه ده انت اتخذوا المدرب واللعيبة ودي كانت الخبطة الكبيرة واحد من الاعلامين مش فاكر مين راح بنزلها بالبونط العريض ريكاردو مدير فني اللي منتخذ مصر احد الاصدقاء الاعزاء اللي انا بعزهم جدا وحبيب قلبي بيحب حسن جدا اكيد انت عارف اقصد مين اشتركوا في القناة